أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي ترند الأهلي هنشوف اللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة وأول حاجة معنا حساب كورا بلاس حساب كورا بلاس على تويتر بيكلموا على التشكيل المتوقع للأهلي اللي يواجه بيه الجونة النهاردة في ظل أن فيه غيابات محمد عبد المنعي مش موجود حسين الشحات مش موجود ياسر إبراهيم أيضا كمان خرج من القايمة بسبب الإصابة لكن كورا بلاس بيتوقع أن صلاح محسن هيبدأ على حساب حسين الشحات والتشكيل يبدأ بيه الشناو في حراسة المرمى هاني رامي ربيع أيمن أشرف علي معلول عمر السلية وحمد فتحي محمد مجد أفشا طاهر محمد طاهر صلاح محسن ومحمد شريف ده التشكيل المتوقع اللي نشرته كورا بلاس النهاردة على حسابها على تويتر يلا كورا من خلال مصدر ليلا كورا وحساب يلا كورا على تويتر أيضا الأهل يكسف جهوده لمنح سوارش تصريح مزولة المهنة كلنا عارفين فيه تصريح مزولة مهنة لأي مدرب أجنبي بيجي يشتغل في مصر لكن طبعا لسه العقد موقع وفي حوز الشركة الكورا ولسه بيتم توصيقه في الفترة الحالية وقوم ما يكون فيه نسخة بيتم إرسالها للتحاد الكورا على طول بتبعاتها لنقابة المهنة الرياضية عشان ياخد المدرب الأجنبي الترخيص الخاص بمزولة المهنة ده عرف دايما بيحصل مع كل المدربين الأجانب في السنوات الأخيرة ففيه تكسيف للجهود من قبل الأهل لاستخراج الرخصة بالنسبة للمدرب في الفترة اللي جاي مش رخص التدريب الراجل معه رخصة بروفاشنال ومعه رخص تدريبية مميزة هو ومساعدي واتحاد الكورا بالتأكيد بيعتمدها وده بيبقى موجود فيه ملف الترخيص الخاص بالنيادي عشان المشاركة الإفريقية لكن ده أمر تاني لإعلاقة بالشق القانوني ليه عمل الأجانب في الكورا المصرية في السنوات الأخيرة طيب الوطن الرياضي ومن خلال حساب الوطن سبورت على الفيسبوك فيه تقرير طبي أو على حسب ما ادعت الصفحة الرسمية للوطن على الفيسبوك لأن أنا لازم أقول ادعب لأن التقرير الطبي ده ما خرقش في شكل رسمي من النادي ولا حد تتكلم فيه أصلا قبل كده لكن صفحة الوطن النهاردة ادعت وقالت أن التقرير الطبي الخاص باللعب محمد محمود يعجل برحيله عن النادي الأهلي المصدر قال ودعا عهدت الوطن أن البرتغالي ريكاردو سواريش اطلع على تقرير الطبي لمحمد محمود وتبين من خلاله تغيبه عن المشاركة في الصفوف الفريق آخر أربع سنوات بسبب قسرة الإصابات في المقابل نفس المصدر قال أن سواريش أشاد بخدمات محمد محمود وسيمنعه فرصة المشاركة خلال الفترة القليلة للنقبلة ولكن في نفس الوقت بيدرس بشكل كبير إعارة اللاعب في نهاية الموسم للحصول على فرصة المشاركة أساسياً والوقوف على مستوات تلت معلومات عكس بعض تلت معلومات عكس بعض الراجل شاف التقرير الطبي فالتقرير الطبي يعجل برحيله في المقابل الراجل شايف أن محمد محمود محتاج فرصة فهيدي له الفرصة لفترة الجاية عشان يشارك في المباراة وفي نفس ذات الوقت الراجل شايف أن هو بعيد عن مستوى وقف بيفكر في أعرضه عارفين يعني منين راح جيه إزاي يعني التلاتة عكس بعض عموماً الفترة الجاية هنشوف بعد ما يتم حسم مشوار الدوري بنسبة كبيرة هتبقى فيه فرصة لمشاركة عدد من اللعيبة قبل ما تاخد فيها قرار نهائي مع نهاية الموسم طيب حساب اليوم السابع وبيتكلموا على بيرس التاو صفحة الرسمية اليوم السابع على الفيسبوك قالوا أن بيرس التاو ينتظم في تدريبات الأهلي بعد 15 يوم بسبب المزء اللي تعرض له في العضلة الأمامية طيب ده خبر بالنسبة لليوم السابع طيب كورا إليفن راح في إطار تاني متعلق بالأجانب الموجودين في الأهلي حساب الرسمي لكورا إليفن على تويتر قالوا أن الأهلي يحاول التخلص من صفقات موسماني التي أصبحت عب على الفريق والاستفادة منهم في صفقة تبادلية لتدعمات الموسم القادم الأيام بنا وخلينا فاكرين المنشت ده أو البوست ده عشان نعرف وقتها مين اللي كان بيتكلم صح ومين اللي كان بيحاول يضرب أي أخبار على السوشيال ميديا الحساب الرسمي لسبورت الـ 362 المصرية بيكلم عدد النقاط الأكبر في موسم واحد مين أكتر فرق في الدوري خادت الدوري بعدد نقاط أكبر التفوق كالعادة أهلاوي طيب الأهلي في 2017 فاز بالدوري وعامل 84 نقطة الزمالك في 2015 كان فاز بالدوري وحقق 87 نقطة لكن الأهلي في 2018 زاد بالرقم ده ووصل لـ 88 نقطة وفي الموسم الماضي 2020 فاز بالدوري بـ 89 نقطة عشان يكون ده رقم قياسي ما فيش أي فرقة في الدوري المصري حققته قبل كده 2020 ده أهل موسم قبل ما عليش يا جماعة الموسم دخل في بعضها يعني هنف 21 وعشرين 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 ده الموسم اللي هو قبل الماضي فاز بالدوري وحقق 89 نقطة حتى الأهلي لما فاز إذا كان لما فاز بالدوري السنة اللي فاتت ما وصلش لـ 89 نقطة فبالتالي أرقام قياسية لصالح النادي الأهلي في السنوات الأخيرة عدد الفوز بالدوري عدد الأعلى رصيدا من النقاط عدد الفوز بالكاس دوري أبطال إفريقيا لما تيجي الدولة على رقم واحد هتلاقيه دايما هو النادي الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى فقرات برنامج الترينت